مشاهدين نحن نستموجودين معكم الساعة الوقت التسعة بتوقيت القاهرة معدنا مع موجز الأهم الأنباء مع هالة تفضلي هالة شكرا منا التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينش موجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي وفدا بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمجلس الشيوخ الأمريكي وعلى رأسهم السناتر لينسي جرهام وخلال اللقاء أكد الرئيس السيسي الأهمية التي توليها مصر للتواصل دائم مع قيادات الكونغرس الأمريكي في إطار التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا هذا وحرص الوفد الأمريكي على الاستماع لوجهات نظري وتقييمة الرئيس السيسي بشأن تلك القضايا خاصة فيما يتعلق بالأوضاع في إسرائيل وقطاع غزة كما عرض الجانب الأمريكي رؤيته في هذا الشأن واطلع الرئيس السيسي على نتائج زيارته لإسرائيل وتم التوافق بشأن خطورة الموقف الحالي وضرورة العمل على الحيلولة دون اتساع دائرة الصراع حيث ثمن الوفد الأمريكي دور مصر في الحفاظ على السلام واستضافتها لقمة القاهرة للسلام هذا وأكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت برفض استهداف جميع المدنيين المسالمين وكذا رفض سياسات العقاب الجماعي والتهجير القصري للفلسطينيين استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية رئيس وزراء جمهورية ماليزيا أنور إبراهيم وخلال اللقاء أكد الزعيمان التطلع لتكثيف مختلف أواصر التعاون الثنائي كما بحثها قضية مكافحة الإرهاب إلى جانب التصعيد العسكري الجاري بقطاع غزة حيث استعرض الرئيس السيسي نتائج قمة القاهرة للسلام وتم التوافق بين مصر وماليزيا بشأن ضرورة تنصيق الجهود لوقف التصعيد وتحقيق التهدئة وأعرب الزعيمان عن القلق من خطورة تساعي رقعة العنف مع التجديد على الرفض التام لتصفية القضية الفلسطينية من خلال فكرة التهجير القصري لأهالي غزة وتأكيد أن المخرج الوحيد هو تكاتف المجتمع الدولي للعمل على إيجاد الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين يشارك وزير الخارجية سامح شكر اليوم في الجلسة الوزرية لمجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والتي دعت إليها البرازيل باعتبارها تتولى رئاسة المجلس الشهر الجاري وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد أن الشكري سوف يلقي بيان مصر أمام مجلس الأمن وسوف يستعرض رؤية مصر وتقييمها للتصعيد العسكري الخطير الذي يشهده قطاع غزة ومطالبتها بضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني والجهود التي تقوم بها مصر من أجل وقف نزيف الدماء وتوفير الحماية للمدنيين في القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل مستدام فضلا عن جهود مصر الاحتواء الصراعي والتحذير من مخاطر امتداده إلى مناطق أخرى وخروجه عن السيطرة استشهد 110 فلسطينيين على الأقل من بينهم أطفال ونساء وأصيب العشرات في غارات إسرائيلية استهدفت عددا من المنازل في مخيم خان يونس ومنطقة القرارة وفي رفح دنوبي القطاع وفي جباليا البلد شمالي غزة وبجوار مستشفى شهداء الأقصى وفي مخيم لبريج وسط القطاع وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن الغارات الإسرائيلية تتواصل على الأحياء السكنية في مختلف مناطق قطاع غزة مخلفة إصابات وجرحة في صفوف المواطنين غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن لافتة إلى أن نحو 1500 من المواطنين ما زالوا تحت الأنقاض التي تعرضت للقصف من بينهم 630 طفلا أعلنت الأمم المتحدة أن 6 من موظفي الأنر وقتلوا في قطاع غزة خلال 24 ساعة هذا ودع المفاوض الأعلى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى هدنة إنسانية فورية في غزة مناشدا القادة باتخاذ خيارات شجاعة على حد وصفه وقال تورك أن الخطوة الأولى يجب أن تكون هدنة إنسانية فورية تنقذ حياة مدنيين من خلال النفاذ السريع والفاعل المساعدات الإنسانية إلى غزة قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة السعيدة لإطلاق صراح سيدتين محتجزتين بقطاع غزة وأضف ميلر أن المحتجزتين هما مواطنتان إسرائيليتان ويأتي الإفراج عنهما في أعقاب إطلاق صراح مواطنتين أمريكيتين يوم الجمعة الماضية تكرت وكالة رويترز نقلا عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن وزير الخارجي الصيني وان جي سيتوجه إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع وأضف المسؤولون أن الزيارة ستكون في الفترة من الـ 26 إلى 28 من أكتوبر القاري حيث سيلتقي بنظيره الأمريكي أنتني بلينكن ومستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جاك سوليفن انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر